استعد للقاء إلهكم إخوتي وأخواتي خليني أبتدي أقول شيء مهم جدا بينما تختلف الطواف المسيحية في تفسيرها للمجيء الثاني إلا أنهم جميعا جميع الطواف المسيحية تؤمن وتعترف بل جزء من القانون الإيمان المسيحي بل اتفقوا على أن المسيح سيرجع ثانية ليدين الأحياء والأموات عند ظهوره طبعا في أسباب كثيرة للرجوع وهذا من خصص له حلقة أخرى فإذن المسيح سيأتي ثانية كيف سيأتي؟ يقول الكتاب المقدس وأذكرها باختصار شديد أنه سيأتي شخصيا نفس الرب يسوع اللي صعد إلى السماء هو نفس الشخص الذي سيأتي من السماء كما قال الملكان للتلميذ على جبل الزيتون رأيتموه منطلقا إلى السماء هكذا سيأتي أيضا كما رأيتموه شيء ثاني مجيء الرب يسوع سيأتي بدون توقع مين كان يتوقع حدوث هذا الزلزال هذا الزلزال لكن في مجيء المسيح ثانية سيزلزل الأرض لأنه سيأتي بدون توقع وشيء ثالث مجيء المسيح رح يكون فجائه مثل البرق يقول الكتاب المقدس اللي بيظهر هكذا مجيء المسيح ثانية شيء رابع مجيء المسيح ثانية سيأتي بمجد عظيم مش متل ما أجب بيت لحم ولد في مذود حقير وعاش ليس له أين يسند أو يسند رأسه ولكنه سيأتي بمجد عظيم بهتاف ببوق بأصوات ملائكة جمهور عظيم ملائكة يعني كان رح يرجع بمجد عظيم جدا فإذا الكل يتطفق على هذا والكتاب إذا قرأنا العهد القديم فيه نبوات كثيرة مثل دانيال مثل حسقيال ونبوات كثيرة في زكريا كلها بتتنبأ عن مجيء المسيح ثانية والعهد الجديد بتشوف أصحاحات كاملة متى 24 لوقى 21 يعني متى 24 و25 لوقى 21 مرقص 13 يحنى بتشوف هنا وهنا أنه يعني ذاهب ليعد مكان ومتى أعد المكان سيأتي ويأخذنا حيث يكون هو نكون أيضا معهم في سفر الأعمال في الرسائل في التسالونيكي في بطرس في رسالة يحنى في رسالة يهودا في سفر رؤية يعني سفر كامل سفر الأخرويات اسكتولوجي كله بيتكلم عن مجيء المسيح ثانية يقول الكتاب المقدس لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح العاشر والآية 37 في بطرستان إصحاح 3 آية 12 مكتوب منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب في رسالة يحنى مكتوب أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة في رؤية واحد آية 7 هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين أيضا في سفر رؤية مكتوب وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله ثم قال يسوع أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر ومن يستطيع أن يقول هذه الكلمات سوى الله نفسه سوى الله نفسه ونحن نقول ككنيسة آمين تعال أيها الرب يسوع ثم يقول يعني الكلمات يسوع اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أنا بدعوك اليوم فعلا تقول له أمين تعال تعال أيها الرب يسوع تعال املك على قلب املك على حياتي أريد ما الحياة اللي قدمته والحياة الأبدية اللي أعطيتها سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر